الكابتن علي كان بدايته مع منتخب مصر معي ابتدنا مع بعض كان فيه فترة كده كان فيه تجديد في المنتخب الأول فكنا احنا من التجديد اللي دخلنا مع المجموعة الصويرة اللي كانت موجودة كنت أنا جاي مع منتخب الشباب في أستراليا في كاس العالم جيلته رابوزيت وعلق ميهوب ومحمد حلمي كان الجيل ده فيه مجموعة كبيرة صعدت للمنتخب الأول كنت أنا من المجموعة دي وكان علي شحاتة يمكن كان بدايته في النادي الأهلي ولكن راح لما قول العرب فيه فترة كده يمكن عمل هولد في الكورة عشان الدراسة كان بيدرس طب أسنان هو فدخل معنا في المرحلة بتاعت تجديد المنتخب مصر ويعني كنت سعيد جدا أنا كنت موجود مع الدكتور علي يمكن من الناس الجميلة المثقفة الجدعة فيه حاجات صفات كتير جدا كويس قوي يعني احنا كنا مجموعة أنا كنت في المينيا وكنش في النادي الأهلي إذا كنت قالت النادي الأهلي مجموعة الأقاليم كنا دابا احنا قاعدين مع بعض مجموعة الأهلي مع بعض مجموعة الزمالك وإحنا كنا الأقاليم أنا من المينيا وكابتن علي شحات المقاولين أماد سليمان إسماعيلي شوق غريب محلة محمد عمر الاتحاد يمكن كنا احنا خمسة قريبين أو من بعض الفترة دي ممكن روحت منتخب مصر من سنة 83-82 لغت ما حتزلت بس لغت ما روحت لنادي الأهلي ممكن حوالي 6 سنين كنت في منتخب مصر وأنا بلعب في المينيا فكنا فيه ارتباط كبير بيننا وبن بعض المجموعة اللي هي بتاعت الأقاليم طبعا علي كان داما بنسباننا الإمام كل مرحلة من مراحل المنتخب أو الأندية فيه واحد مميز كده يئم اللعبة كلها فكان علي من الناس اللي هي من حافظ القرآن ومثقف ومتعلم فكان علي يعني كلنا منحبه من الشخصات الجميلة لو كان هادي جدا ما تسمعش الصوت العلي خالص يعني خروجه من النادي الأهلي تقريبا عشان سبب الدراسة ده على ما كانت تعرف الدراسة طبعا محتاجة تفرخ كامل أنا عندي أولادي داكاترة فانعارف التفرخ التام بالنسبة للدراسة فدي ممكن بعادته شوية عن النادي الأهلي بس طبعا هو حب وعشه للكورة عاد ودخل منتخب مصري من بوابة المقولين العرب ويمكن انجازات اللي حصل في المقولين العرب كان علي شحاته من العناصر الأساسية في حصول المقولين على الدوري العام على بطولة أفريقيا كان متواجد علي شحاته في الظهور في الحصول على البطولات مع منتخب مصري في 86 طبعا حصلنا على كاس الأمم 86 كان علي من العناصر الأساسية كان علي شاركني في كاس الأمم 84 و86 وهو راحص لعب و87 ألعاب أفريقية وعلي كان ليه دور كبير مع منتخب مصري علي ممكن جيبعد كابتل محمد صلاح كان هو باكرايت الأساسي في منتخب مصري كان احضرت كابتل محمد صلاح لعب معي بعرض بعد المتشاط في منتخب مصري ولكن علي جيب فترة كان هو نمر واحد في مصر في المكان ده عنده تمايز كتير جدا يعني من الباكل بيتاكتك كويس جدا بيدفع كويس بيهاجب كويس بيعمل اتصال بالفريق كويس جدا علي ليه تواجد يعني في كل براء علي ليه بصمة كبيرة يعني بيسجل بيصنع أهداف وأنا سعيدة يكون موجود وأتكلم على علي يمكن ما قادرتش قواب فيه حقه علي يعني ممكن يتكلم عليه كتير قوي من الصحبة الجميلة والزمالة الرائعة اللي انا اتشرب بيه بيها مع منتخب مصر وطبعا كان كابتننا كابتن مصطفى عبدو في وقت ملاقوقات يمكن في أولمبياد بوس أنجلوس في كياس الأوم 86 كان كابتن مصطفى هو كابتن بتاعنا كان قائد بتاع منتخب مصر بتقول ليه لحبيبك حمادة؟ أنا في منتهى السعادة أن من خلال أنت تعبت كده ريحت كده من راح دا؟ لا أنا كنت باتفرج عليه بس يعني من أجمل الحاجات أن البرنامج يعني عمل تواصل بيني وبين أحب الناس ليه وحمادة دا يعتبر من الإخواتي يعني في الملعب ويعني مهما قلت عنه ما وفهوش حق لأنه هو من اللعيبة اللي هم يعني اقتراز فريد في الملعب راجل أول كروح غير طبيعية يعني يديك أنت الروح يعني أنت تشوفه بيولتيك الروح يعني غير طبيعي رجولة وشاهامة ويعني تفاني غير محدود فطبعا أنا ما شفتش معاه إلا كل خير وما أذكره إلا كل خير وده بالعكس ده أنا المكسب إن أنا عرفت ناس زي كابتن حمادة وكان يعني من حظ الجميل إن هو كان صديق من أصول أظن أنت كنت موجود معانا في المجموعة دي كلها والله وحيات رب الله شكرا شكرا